قدرات إبداعية فائقة، ابتكار تكنولوجي لا مثيل له الاختراع أدخل قهواتي التاريخ من الباب العالي حقاً إنه طفرة نوعية غير مسبوقة ماذا للشبان السوريون يبهرون العالم بإبداعاتهم واختراعاتهم العجيبة بين الحين والآخر يثبتون تفوقهم ويبرزون قدراتهم الإبداعية الخارقة يقدمون العديد من الابتكارات المميزة التي تساهم في خدمة البشرية ولعل آخر تلك الابتكارات ما جاء به الشاب السوري إيهاب قهواتي في مجال التكنولوجية الحديثة فما هو اختراعه؟ نعم الشاب دخل التاريخ من أوسع أبوابه بعد توصله إلى ابتكار تكنولوجي لا مثيل له هذا الابتكار يعد طفرة نوعية جديدة وإنجاز غير مسبوقة في مجال التحكم الذكي بالأشياء فهو لا يعترف بحدود المكان والزمان ويقدم خدمة كبيرة للبشرية حقق الشاب السوري هذا الإنجاز بالتعاون مع مبارمجة أردنية اسمها أمان علونة تمكن بالتنصيق مع بعضهم البعض حتى حققا النجاح الباهر قهواتي يقول إن طريقه نحو النجاح لم يكن ممهدا بل واجه صعوبات عدة لحين توصله إلى هذا الابتكار المميز فلم يكن سهلا على الإطلاق مسألة تسويق الجهاز وتمويل عملية عرضه للبيع نعم وضع قهواتي خطة عمل تتناسب مع الميزانية التي يمتلكها استطاع بمساعدة أصدقائه وبعض المقربين منه الحصول على تمويل مناسب للبدء بمشروعه الخاص سر نجاح قهواتي في تمكنه من تحقيق هذا الإنجاز قدرته على مواجهة الصعوبات بثابات وإصرار على النجاح وهو من أهم العوامل التي ساهمت في الوصول إلى هدفه المنشود قهواتي المقيم في المملكة الأردنية الهاشمية نجح بالتوصل إلى ابتكار جهاز ذكي بإمكانه التحكم بشكل كامل بالأشياء داخل المنازل عن بعد أطلق قهوات اسم دراج اي او تي على الجهاز المبتكر أو كما اشتهر بإنترنت الأشياء حيث يمكن الجهاز الأشخاص من التحكم في كل شيء بمنزلهم عن بعد الأشخاص الذين استخدموا الجهاز على أرض الواقع مكنهم من التحكم بأنظمة التدفئة المنزلية والإضاءة في منازلهم عن بعد فضلا عن قدرتهم على رأي النباتات والورود بشكل تلقائي الشاب تمكن في الفترة الأخيرة من تأسيس مشروعه الخاص وبيع كمية كبيرة من الجهاز المبتكر وحقق أرباحا عالية خلال فترة زمنية قصيرة يتراوح سعر الجهاز الجديد الذي ابتكره الشاب بين أربعين وحتى مائة دولار وسعر الجهاز يختلف حسب المواصفات والمكونات التي يحملها فكلما زادت الخدمات التي يقدمها الجهاز المبتكر ارتفع سعره مؤخرا طلق قهوات عروضا من شركات أجنبية كبيرة في سبيل توفير إمكانات أفضل للمخترع السوري وإنتاج كميات كبيرة من ابتكاره الفريد لقد أصبح قهواتي اسما مهما في العالم وحجز مقعده في الصفوف الأمامية للمشاهير وكبار المخترعين إلى جانب الأرباح المادية العالية التي حصل عليها